بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي اخباركم ايه كل سلام طيبين ربنا سبحانه وتعالى يعيد عليكم وعلى مصر جميعا بخير ان شاء الله بص اسيدي هو الحلقة بتاعت نهاردة حلقة مهمة جدا مش هتكلم كتير بس يكفي ان اقولك ان النهاردة هنشرح اسئلة قواعد الوحدة الرابعة مالها الوحدة الرابعة هي صعبة بص هي مش صعبة بس هي وحدة مليانة تفاصيل ومليانة كده ديتيلز وفروما بين كلمات وحاجات صغيرة محتاجين نعرفها كويس علشان كده بقولك حاجتين اولا انا ان شاء الله وانا بشرح معاك الاسئلة مش هفوت جملة غير لما اقولك الفرق من كل كلمة من الاختيارات الاربعة وعلشان كده وهشرح لك كل تفصيلة يعني انا هشرح لك كل تفصيلة وهقول لك الفروق وهشرح لك جملة جملة حرفيا مش هنسيب جملة علشان كده بطلب منك انك انت كشكولك اللي بتكتب معي النطس فيه وتركز قوي وتكتب كل كلمة وقف الفيديو ووقت ما تحب اكتب الملحوزات لانها مهمة وهتفيدك واسمع الفيديو لغاية اخره لان كل جملة مكتوب فيها كلام بيفيدك في جمل تانية فمن فضلك اسمع الفيديو لغاية اخره وما تسيبش حاجة وتسيب جمل في النص وتفوت وتجري لا اسمع كل جملة فيها معلوم مفيدة ومهمة ثانيا ما تنساش لو حضرتك لسه ما اشتركتش في القناة تضغط اشتراك وتفعل جرس علشان تكون ضمن العيلة بتاعتنا احنا هنكمل ان شاء الله مع بعض كتاب المعاصر مراجع نهائية هنكمل كتاب مراجع نهائية هنكمل سلسلة حلقات 30 جملة الجمل دي جميلة جدا الناس بتحباها جدا وهنكمل سلسلة حلقات الفيرومة بين الكلمات ومعاكم ان شاء الله الليلة الامتحان فبالتالي خليك معنا وخليك ضمن عائلتنا وكمل معنا ان شاء الله لغاية ليلة الامتحان وربنا يوفعك لو حضرتك لسه مشتركتش اشترك وفعل الجرس على كل التنبيهات علشان تكمل معانا كل جاي جيلك بيشعرات ولو حضرتك من الناس المشتركة او لسه مشتركتش ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتسيب الكومنت الكومنت بتاع حضرتك هتسيب لي في الكومنت تقول لي انك سمعت الفيديو كامل وانك فهمت وايه الجمل اللي مش واضحة بالنسبالك واذا كنت فيه حاجة مش واضحة قول لي عليها اشرحها لك في الفيديو اللي بعده عايز حضرتكم تركزوا معي جدا لان الموضوع مهم بس كده انا مش عايز اخد من وقتك كتير في الكلام هنروح نحل مع بعض دلوقتي وانت مجاهز كشكولك بتكتب معي كلمة كلمة ويا ريت لو تشاير الفيديو كل اصحابك خد اللينك بتاع الفيديو وانشوره في كل مكان ساعدنا ان احنا نكبر العيلة بتاعتنا مع بعض وانشوره على فيسبوك واتساب وإنستجرام وعلى كل الجروبات على التليجرام وفي كل مكان عشان الفيديو يوصل لكل الناس لان فعلا في كمية معلومات انا متأكن انها ان شاء الله باذن الله هتفيدكم جميعا باذن الله نروح نحل مع بعض نرجع لبعض تاني بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية حلقة من اهم الحلقات على الاطلاق لان القاعدة بتاع تيونيت 4 قاعدة مهمة ودقيقة وفيها تفاصيل كتير من فضل حضرتك ورقة وقلم بلاش ورقة وقلم احنا اتفقنا اللي فيه كشكول بنكتب فيه النوت فهات كشكولك وتعال معي علشان كل حاجة محتاجة تتشرح اشرحها اول جملة بتقول اولا اول جاي بعدها اسم لا يعد اللي هو فود وطالما الكلمة اللي بعده اول كلمة لا تعدي بل فعل مفرد يعني من الاخر استبعاد تقار وهاف طلع بره طيب يا ترى ايز ولا هاز لا هنا المفروض ان هي هاز علشان هاز هي اللي بيجي بعدها بن مش حاجة اسمها اس بن هاز بن ايتين يعني بيتاكل يبقى هاز لتر بيها الاجابة الصحيحة نمبر تو بوث سيكرترز كلا السيكرترتين الاتنين يعني مسنة سكرتيرة يا جماعة وخلاص نوعة هارد كلمة بوث بيجي بعدها اسم جمع ثم الفعل جمع ومعنديش جمع غير ايه اللي هي وارك لتر ايه نمبر ثلية نوعة جرل ان ماي فاميلي اس بولايت كل بنت فعلتي بنت مودبة اولا ايفري اوف ما بتجيش على بعضها كده لازم تبقى ايفري وان اوف مثلا ايفري بارت اوف لازم بقى في حاجة في النص ما بين ايفري اوف فبتالي فيش حاجة اسمها ايفري اوف اصلا فلما تشوف ايفري اوف استبعدها من ما نفكر ايتش اوف بيجي بعدها اسم جمع وطبعا زي ما انت شايف جيرل مفروض وبوث بيجي بعدها اسم جمع وزي ما انت شايف جيرل مفروض يبقى جيرل هي هتاخد ايتش ايتش جيرل ولان ايتش يجي بعدها اسم مفروض والفعل مفروض زي ما انت شايف اللي هو ايز ده ترسي نمبر فور لازم اعمل افحص عناية لان كل عين منهم او سوري ولا عين منهم شغلة كويس ولا عين منهم تكون اوكي يعني تكون بصحة كويسة خد بالك ان الناتر بيجي بعدها اسم مفرد ثم فعل مفرد وبناء انا عليه نتر اي از تم هو هاز يا مستر ما ينفعش هاز هاز يعني تملك وانا ايز اقول تكون جيدة تكون اوكي فا از مش هاز لتر اي هي اللي جابة صحيحة لا ترتبك ما ترتبكش ما تحتحيرش ن Roir is veryemplали اي خطيار من الاختيارين كويس ايهم عندي كلمة اسمها ايهم ايهم ده اللي هي gover ايهم ده او دة يعني اللي هتختاره من اتنين اخد بالك اither معناها اللي هتختاره من الاتنين اذا ا Hai لا اذا اوف بيجي بعدها اسم جمع وانا ما عنديش هنا لانا عنديش اسم جمع فاتبه اذا بس لان بيجي بعدها اسم مفرد ثم فاعل مفرد اذا لتر اي هي الاجابة الصحيحة نصف اللي هي مجموعة العاملين في المكان. خد بالك. بيجي بعدها اسم مفرد يدل على الجمعة. اللي هو الاسطاف. اسم مفرد ولكن يدل على الجمعة. يعني لما تشوف كلمة كده تحتار هي العاملين دي مفرد على الجمعة. هو اسم مفرد واحد بس يدل على كتير. زي مثلا. فاهمني زي زي كلاس. تتكلم عن عدد كبير. لما يجي اسم مفرد يدل على الجمعة. يبقى الفعلي هنا في الحالة دي جمعة. اللي هو لما يجي بعدها اسم مفرد يدل على الجمعة يبقى الفعلي هنا جمعة. طب ما عندي هاف جمعة. اقول لك ما يفعش. يملك تحت السن من تحت السن الاربعين ولا يكونوا تحت السن الاربعين يا رجابة الصحيح. انا عندي زوجين من الاحذية. اتنين. كلاهما هما الاتنين احملت. كان معنا اتنين. كلاهما يكون اسود. اول حاجة هتعملها هتعمل ايه? برافو عليك. هستبعد افري اف. اللي هي دي دي تلات بره اصلا. طيب. ايتش اوف ايتش اوف ايتش اوف ايتش اوف يجي بعدها اسم جمعة. بس الفعلي لازم يبقى مفرد. اه. والفعلي هنا جمعة. طيب يبقى يبقى كمان. او او ذم ما تنفعش لان ذم دي يجي بعد ذم ضمير مفعول آآ ضمير مفعول جمع احفظ المعلومة دي او اكتبها. ضمير المفعول جمع اللي هو ي او ذم او اس. بيجي بعد حاجة فيها اوف. ايتش اوف. بوث اوف. اول اوف. يجي بعد اوف. الوفات كلها بيجي بعدها ضمير مفعول جمع او اسم جمع. زي ما تشايف ذم ده ضمير مفعول جمع. فبالتالي بوث اوف كلاهما هما الاتنين. ايه هي اللي جابة الصحيحة? كل اللي اه. خلي بالك انا ما بقولش هاف اوف. ساعة ما قلت لك هاف اوف. قلت لك هاف اوف. يجي بعدها اسم مفرد. يدل على الجمع. والفعل جمع. فاكر? كويس. لكن هنا انا بقولك اول. اول بقى. لو جي بعدها اسم مفرد يدل على الجمع. الفعل براحتك. فعل مفرد ماشي. فعل جمع ماشي. انا موافق. الاتنين صح. يعني يا مستر. يعني كل stuff معزومين to the meeting. تم دعوتهم على الميتنج. هنا بقى هتختار مين. ايه اللي هي از. ولا بيه اللي هي ار. الاتنين يا فاند. لان اول غير هاف. هاف اوف يجي بعدها اسم مفرد يدل على الجمع والفعل جمع. اول يجي بعدها اسم مفرد يدل على الجمع والفعل براحتك. ركز معي. انا عندي اتنين لابتوب. اه. خد بالك. انا عايز كلمة يجي بعدها ذم اللي هو جمع. والفعل مفرد. هو فيه كده? اه. ده فيه ثلاثة كده. اكتب يا عم يا ما. انت بتكتبش ليه? اكتب. ايتش اوف يجي بعدها الاسم جمع والفعل مفرد. ايذر اوف يجي بعدها الاسم جمع والفعل مفرد. ايذر اوف يجي بعدها الاسم جمع والفعل مفرد. التلاتة يجي بعدهم الاسم جمع والفعل مفرد كويس. مين فيهم موجود هنا? ايتش اوف. يبقى ايتش هي الاجابة الصحيحة. letter b. can i examine these two mobiles for me? can you? can you examine these two mobiles for me? ممكن حضرتك. تفحص لي اللي اتنين موبايلات دول من فضلك? نقط موبايل واركس. انا اكيد رايح للراجل بقول له افحصهم لي. اكشف لي على الموبايلات دي يا باشا. يا دكتور الموبايلات. فاكيد اللي اتنين بايزين. اللي اتنين ما بيشتغلوش. يعني ولا واحد منهم واركس. طب فين كلمة ولا واحد? نيذر. نيذر يعني ولا واحد. اصلي خلي بالك ان ايذر يعني ايهم. واحد منهم شغالوا التاني لأ. اكيد انا مش موديهم الاتنين علشان واحد من انهم شغالوا التاني لأ. فايذر واطب طلرعوا بره. طب يا تارى الي هي ولا واحد ولا اللي بردو معناها ولا واحد. استânى؟ نيذر اوف بيجي بعدها اسم جامعة. وده موبايل واحد. نيذر نيذر موبايل. نبنا نيذر موبايل يعني ولا واحد يجي بعدها زي ازر. نيذر واثر زي بعض. يجي بعدهم اسم مفرد сم الفعل مفرد. لكن لو نيذر اوف او اثير اوف يجي بعدهم الاسم جامعة والفعل مفرد اكتب من فضلك. تقدر تستعير أو تستلف الكاميرا بتاعت أحمد أو الكاميرا بتاعت عليه براحتك ثانية واحدة أوضح لك الكلام تقدر تستلف الكاميرا بتاعت أحمد أو الكاميرا بتاعت عليه أصلي أي صديق منهم is always ready دايما مستعدة to help you لمساعدتك لو قلت neither ولا واحد منهم يب أنت كده آي الكلام مش راكب لأنه بيقولك بص خد بتاعت أحمد كاميرا تاعت عليه لأنه ما ينفعش أقوله إيه لأنه ولا واحد منهم هيساعدك أصلا لا طمام أي واحد منهم عنده التعداد يساعدك يبنى neither و neither of طلع بر طب يا ترى either ولا either of أنا لسه أقل لكن either of بييجي بعدها اسم جمع أنت مش مركز ليه either best letter see here يجاب الصحيح half the not in the fridge has been eaten half بيجي بعدها اسم لا يعد ثم الفعل مفرد أو اسم مفرد ثم الفعل مفرد أو اسم جمع ثم الفعل جمع كويس لما أبص على بعد النقط in the fridge has الفعل مفرد يبنى عايز حاجة نمشي مع المفرد يا إما اسم مفرد يا إما اسم لا يعد ولو بصيت على B و C و D هتلاقيهم جمع وأنا ما عنديش غير cheese لأنها اسم لا يعد letter A هي الإجابة الصحيحة carry the box with نقط هندس الشيري الصندوق ده بأيديك الاثنين بكلا يديك يعني بس أنا قلتها من غير ما أخب بالي كلا كلا الاثنين وبوث بيجي بعدها اسم جمع أصلا بوث letter D هي الإجابة الصحيحة give these box ادي الكتب D to the students للطلاب two box not كتابين لكل واحد منهم فين كلمة لكل واحد منهم دي هو مفيش غير كلمة واحدة بس اسمها each each بتيجي في آخر الجملة بمعنى للواحد يقول لك مثلا ايه انا اشتريت تلاتة لابتوب اي بايد ودفعت 5000 باوندس خمس تلاف جنيه each للواحد منهم يعني each بتيجي في الآخر بمعنى للواحد فأدي كتابين لكل واحد منهم each هنا لما بتيجي في الآخر بمعنى للواحد للواحد لكل واحد letter D هي اللي جابة الصحيحة 15 he had recommended me to box هو رشاح لي كتابين but neither ولكن ولا واحد منهم نقط available كلمة وجود او متاح available صفة مش كده ودائما الصفة بتيجي بعد verb to be صح؟ اه ميش؟ اوكي هكمل كلمي المهم neither بيجي بعدها ايه؟ neither بيجي بعدها انا باتكلم عن المفرد انا باتكلم عن كتاب فنذر بيجي بعدها الفعل المفرد طب من عندي has وعندي was لأ ما احنا قلنا ان available صفة بتيجي بعد verb to be ماينفعش اقول ولا واحد منهم يملك متاح ولكن يكون او كان متاح letter C was هي الاجابة الصحيحة not my uncles and aunts have attended my birthday تركز معايا هنا عايز اقول ان كل اعمامي وعماتي حضروا الbirthday عيد الميلاد كلهم حضروا العيد الميلاد كويس انا عندي استعداد هنا اقول حاجة مهمة جدا اه all بيجي بعدها اسم جامعة وفعل جامعة و all of بيجي بعدها اسم جامعة وفعل جامعة يا سلام طب ويعني هي each of هي اللي لا اه هي اللي بنت البطة السودة اه هي بنت البطة السودة لان each of بيجي بعدها اسم جامعة لها antes تمام بس هاف جامعة وانا قلت ان each of either of وanother of بيجي بعدها اسم جامعة وفعل ايه مفرد فبالتالي هنا each of تلات بر بس خلاص يبقى اي او سي يعني دي دي هي الاختيار الصح 17 not my sisters want to go to the wedding one will have to look after the baby اه واحدة منهم كمل يعني هاته نص تاني بجملة واحدة منهم سوف تبقى مضطرا هي تقعد عشان look after the baby تخيب لها من البيبي واحدة منهم مش هتروح كويس طب والتانية كده معنى التاني هتروح برضو كويس neither يعني ولا واحدة منهم هتروح واكيد المعنى كده مش تركب لانه neither يعني ولا واحدة من اخواتي هتروح وأنا بقول انه واحدة منهم هتروح والتانية لا اثر هي اللي هتمشي بس يا ترى اثر ولا اثر اوف استنى مين فيهم اللي بيجي بعدها اسم جامعة اثر لا اثر بيجي بعدها اسم موفر يبقى اثر اوف او اثر اثر اوف بيجي بعدها اسم جامعة وبناء عليه اثر اوف لتر بي هي الإجابة الصحيحة طبقا للوصفة الموصوفة بتاعة الاكل دي half a chicken نصف فرخة مطلوبة فرخة هي فرخة واحدة تشيك فموفرد يا فبالتالي موفرد يبقى is is needed مبني مجهول خد بالك ده is needed verb to be زى التصريف التالد past participle pp ساعتنا اتشرحت لكم verb to be ده it pp المهم يعني verb to be زى it pp مبني مجهول is needed محتاجينها number 19 not these girls are beautiful and polite مش each مبيجيش بعدها جامعة صح؟ ودول these girls طب both اه ييجي بعدها جامعة طب both of اه ييجي بعدها جامعة وبوث وبوث of الاسم جامعة والفعل جامعة يعني يعني اتنين يعني both وبوث of ييجي بعدها اسم جامعة وفعل جامعة وأبقنا عليه letter d اللي هي b و c اللي اتنين مع بعض اللي كلا هما ينفع دي ودي كلا البنات are beautiful and polite جمال ومؤدبين زيكم يا بنات كده اللي سمعيني انتو اولاد لا مش مش بيوتفوا الاكيد يعني beautiful number 20 انتو handsome عارفين فرق ما بين beautiful handsome beautiful بنات handsome للاولاد handsome يعني وسين number 20 not doctor in this hospital works hard كل دكتور في المستشفى دي بيعمل بجد انا هستغل الجملة دي وهقف وهشرح لعك حاجة مهمة جدا اولا يعني انا قبل ما ابدأ اشرح كده عايز ان تفهم مع حضرتك على اتفاق اي حاجة فيها of بيجي بعدها جامعة يعني المعلومة دي بتكتب معايا انت اه each of all of طلع بره لان دكتور واحد بس اتبقى لي every ودي يجي بعدها اسم مفرد و all كمان يجي بعدها اسم مفرد ايه الفرق ما بين اللي اتنين ركز بقى عشان دي النقطة اللي الناس كتير بتلغبط فيها every يعني كل اه all يعني كل اه الاتنين ممكن يجي بعدهم اسم مفرد اه بصراحة بس استنى كلمة every معناها كل واحد على حد ده عارف لما تكون بتشاور على الناس كتير كده every one of all كل واحد من دول ده و ده و ده و ده شوف انا بشاور انا والله انا بتكلم دوقتي بشاور ده و ده و ده و ده كل واحد من دول بيعمل كزا دي معناها every دي كده كلمة every اللي هو كل واحد من دول ده و ده و ده و ده كده انما all يعني كل هذا الشيء يعني الحاجة دي من اولها الى اخيرها all لو جي بعدها اسم مفرد يبقى معناها كده انا بشي بتكلم لو جي بعدها اسم جمع لو جي بعدها اسم جمع او يعني ينفع اقول all the students all the doctors او يجي بعدها اسم جمع وتبقى زي الفل معناها كل الدكاترة انا مش بتكلم عن لو جمع انا بتكلم لو جاي بعدها اسم مفرد اعرف افرق ازاي ما بين every و all all معناها all مثلا اسمع كده all the class كل الفصل يعني الفصل من اول الاخره i read انا قرأت all the book انا قرأت الكتاب ده كله من اول صفحة الاخر صفحة all ما ينفعش تيجي مثلا مع واحد زي الدكتور all the doctor يعني الدكتور ده من اوله الاخره ايه ايه من شعر راسه الرجله يعني ولا ايه مش فاه فما فيش حاجة اسمها all the doctor all the teacher معناها ايه دي؟ معناها ان الدكتور ده من اوله الاخره لا هي all لما يجي بعدها اسم مفرد يبقى لازم تبديك المعنى ده الى الحاجة دي من اولها الاخرها اقول لك مثلا ايه i met مثلا انا قابلت all the team فاهمني انت كده قابلت الفريق كله من اول الاخره اسم مفرد بس انت تديت خط الاحساس بتاع كل الفريق او لو اقول لك مثلا sorry every player كل اللاعب ده وده يبقى every يا جماعة يجي بعدها اسم مفرد بمعنى كل واحد لو واحده وقول يجي بعدها اسم مفرد لو انا بتكلم عن الحاجة من اولها الاخرها لو بتكلم عن مفرد طبعا فبالتالي every doctor كل دكتور من دول يعني letter a بس كان حاجة مهمة جدا ان اشرحها واسف لو قتلت فيها بس مهم انكم تكونوا بتكتبوا معايا ويا ريت لو في التعليقات تعرفوني وتطمنوني يعني في ناس بتسمع اول دقيقتين ولا دقيقة وتطلع كده وما تطمنش ان هما ايه يعني ما حسش ان انا المعلومة وصلت وانا بمداء جدا وانا بقول كلام مهم زي ده وفي ناس ما بتسمعهوش للأسف 21 والدايا مشغولين جدا ولا واحد فيهم للأسف عند وقت يقضي معايا ومع اختي كويس ينفع اقول يجي بعدها يسمي جامع اه بصراحة يعني اللي هي letter a يجي بعدها يسمي جامع وساعاتها يبقى المفروض انه يجي بعدها كده الفعل مفرد وده has في يعني هنا بيقول هما مشغولين neither of my parents لان neither of بيجي بعدها اه حاجة اسمها المحددات my او the ضمير يعني حاجة ضمير ملكية او اه اسم اشارة او ضمير اه اداة ناكرة او اداة معرفة فهنا مش موجود طيب neither parents ولا neither of parent هو سؤال اسأله حضرتك neither لما يجي بعدها اسم مفرد بيجي بعدها ايه الفعل مفرد طيب neither هنا جاي بعدها نقط وبعدين has اللي هو الفعل المفرد يبقى انا محتاج ايه هنا محتاج parent اسم مفرد فبالتالي neither parent ولا واحد منهم ولا اب فيهم ولا والد يعني من الولدية has time عنده وقت to spend with me and my sisters هي اللي جابة الصحيحة you don't have to read the two box انت مش محتاج ده اراك كتابين يعني ل either book اي واحد منهم either book ايه كتاب فيهم not the information به المعلومات you need اللي انت محتاجها طيب هنا either بيجي بعدها اسم مفرد ثم الفعل مفرد وبناء عليها نختار is أو has يعني are و have to lower طبية ترى is ولا has بصة cd كل أي كتاب منهم either book either بيجي بعدها اسم مفرد ثم الفعل مفرد أي كتاب يملك المعلومات ولا أي كتاب يكون المعلومات أي كتاب من دول يملك به لديه المعلومات يبقى has طبقا المعنى يعني مش طبقا لأي حاجة غير المعنى has letter بي هي الإجابة الصحيح I walk one and a half not to school every day هنا يعني بالمعنى كده بيمشي واحد ونصف a علشان يوصل المدرسة أكيد مش واحد ونصف ميل يعني مسافة طويلة قوي ولا واحد ونصف متر متر ونصف ما بيمشيش متر ونصف يعني أد طول لك كده لأ طولك إنت لو ولد يتبقى متر ونصف أسر قوي أد طولك كده حبيبتي اللي بتسمعيني أكيد ما بيمشيش المسافة دي يعني ولا كيلو متر عشان هاف I walk one and a half واحد ونصف كده بيت جمع فما ينفعش كيلو متر واحد ولكن كيلو متر زليتر دي هي اللي جابة صحيحة not are my guests welcome to my house أنتو كلكم كده ضيوفي أهلا بيكم في بيدي أنتو كلكم حتى أنا لما قلتها بالعربي قلتك أنتو كلكم أنتم you كلكم all أنتو كلكم طب ما ينفعش all you لأ تبقى all of you all of you تنفع إنما all you كده على طول لأ فهتبقى you all طب وهو all ينفع ييجي بعد ضمير آه ينفع ييجي بعد ضمير جمع all all وبوث كمان all وبوث و each تلت كلمات دول ممكن ييجو بعد ضمير جمع عادي ركز في المعلومات وكتبها all وبوث و each ييجو عادي بعد ضمير جمع بعد مش قبل بعد ضمير جمع ييجو عادي مفيش مشكلة both you and me both جمع انت و انا يبقى جمع يبقى r بس يعني letter c هي الاجابة الصحيح طيب a person has five fingers كل واحد فينا عنده خمس طوابع in not hand في كل يد في كل يد على حدة مش كده في d و في d يعني بشاور يعني اما every اما each بس يا ترى ما يفعش each of لأ عشان each of عايزة جمع و all of عايزة جمع طيب each ولا every بقى قال لك بص ايه الفرق ما بين each و every في الموقف ده ركز و اكتب every لو بتكلم عن حاجة تديك انه ممكن يبقى اتنين و ثلاثة و ممكن يبقى اربعة و ممكن يبقى عشرة و ممكن يبقى عشرين عادي ممكن طب وهو ايديك ممكن تبقى كده هو انت اخ طبط يعني لا هما اتنين بس طالما بنتكلم عن حاجة ما بتزيدش عن اتنين يبقى each each letter d هي لجابة الصحيحة تاني المعلومة عشان ادققها اكتر each اتنين او اكتر اتنين او اكتر اللي هي مش ممكن تبقى لها علاقة بالاتنين خلص لازم تبقى اكتر من اتنين يعني عشان لو كنت قلت المعلومة مش دقيقة تاني each اتنين او اكتر every لا every يعني اكتر من اتنين مش ممكن يبقى اتنين فبالتالي هنا اتنين او اكتر يبقى each neither of neither of his friend وانا اتفقيت مع حضرتك انه neither of بيجي بعدها اسم جمع ثم الفعل مفرد طب يا ترى مين فيهم هاز ولا از نشوف neither of his friend نقط bad صفة مش يملك سيء ولكن يكون سيء letter b از هي الاجابة الصحيحة he knows هو عارف that you and i هو عارف ان انت وانا can fix the problem ممكن نصلح المشكلة دي he will call not us هيتصل بواحد مننا اينا يعني اي واحد فينا مفيش مشكلة كويس هو لو قلنا neither يبقى ولا واحد مننا ازاي بعارف ان انا وانت نقدر نعمل كده ومش هيتصل بحد لا هو يبقى neither of طلعت برة بس يترى مين either ولا either of either بيجي بعدها مفرد لكن either of بيجي بعدها جمع وانا قلت ان either of واي حاجة فيها of ممكن يجي بعدها اسم جمع او ركز ركز او ضمير مفعول جمع زي us within ويو اكتب please 29 انا عايزك تسمع جمع لغاية اخيرها ما تسيبش حاجة في النص 29 نصف المتر هو خمسين سنتيمتر مش كده نصف طب half ولا half of لا بص من الاخر كده ويكتب كده half بس لان مع الحاجات او الكلمات الدلة على المسافات والكمية والزمن والوقت استخدم half وما تستخدمش half of وانا بتكلم عن متر متر مسافة يبقى half بس 30 يجب ان تحترم نواة parents لازم تحترم كلا والديك الاتنين الجمع بوث لكن ايجي بعدها مفرد ويجي بعدها مفرد ويجي بعدها مفرد ولا واحد منهم ما تنفع ولا تنبقى بوث 31 يجي بعدها مفرد لو انا بتكلم عن حاجة من اولها الى اخيرها لما اقول مسلا all the school كل مدرسة لكن all teacher يعنيه كل الاستاذ من اول الاخره اكيد لا فيبقى قول تلات بره every اه every يجي بعدها اسم مفرد طب و each و each كمان يجي بعدها اسم مفرد each و every هما الاتنين يجي بعدهم اسم مفرد ثم فعلا مفرد طب مين فيهم بقى each ولا every each لو انا بتكلم عن حاجة ممكن تبقى اتنين طب انا في المدرسة ممكن يبقى عني اتنين مدرسين بس مستحيل impossible absolutely على رأي اللمبي فبالتالي مش ممكن طيب ام المين every لان every هي اللي بتتكلم عن حاجة مش ممكن تبقى اتنين ولازم تبقى اكتر من اتنين يبقى every teacher كل معلم 32 all people كل الناس all جاي بعدها هنا اسم جمع فبالتالي الفعلي جمع ومعنديش هنا غير have or تعالى نشوف كده are waiting اه have ما يجي بعدها تصريف ثالث هنا لكن waiting ما ينفعش ده فعلي زين جي but are waiting our letter دي هي اللي جابة الصحيحة both my two laptops كلا اللابتوب بتوعي الاثنين لابتوب و لابتوب need service محتاجين يتصلحوا service هنا يعني يتصلحوا not works well لان ولا واحد منهم بيشتغل شوف انا بقولت بالعربي هوق بطلعت مني غزبا عني ولا واحد منهم بيشتغل ما ينفعش either لان either يعني ايهم اي واحد لكن neither يعني ولا واحد طب مين فيهم بقى neither ولا neither of يا سيد العزيز neither of بيجي بعدها اسم الجامع وفعل الجامع سوري اسم جامع وفعل مفرد وانا بتكلم عن اللابتوب كل ولا واحد منهم يعني neither works neither واحد بس neither وبعدها works الفعل مفرد اه انا كده عايز اوقف الفيديو الغيات هنا علشان ميباش الكم كبير قوي هم الجمل عندنا 63 جملة فاحنا كده اخدنا اه تلاتة وتلاتين وهنخلي التلاتين جملة التانيين في جزء تاني عشان الفيديو ميباش طويل ومملي يعني لو حابب تاخد بريك كده وتطلع تشرب كوبات شاي او حاجة كده عصير فرش كده بسرعة وترجع تشوف الجزء التاني وانا هبقى كتب لك على اه فاب نيل تابنيل تابنيل بتاع الفيديو الصورة المصغرة بكتب لك ده الجزء الاول ولاج الجزء تاني بس الجمل دي مهمة ماتزبش الجزء التاني بليز 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 سمعهم وسيبلك برض الرابط بتاع الجزء التاني في الوصف لما ينزل ان شاء الله عشان يبقى الروابط موجودة لما ينزل لانوا واكيد ده ينزل الاول فالتاني هينزل بعده مثلا بساعات او بيوم فبالتاني conscious لما ينزل هتلاقي الرابط بتاعه. طب. ما انا سمعته لسه ما نزلش. استنى يوم هتلاقي تابع هتلاقي الجزء التاني نزل. آآ بحبكم في الله. الى اللقاء.